الحقيقة برضو عايز اتكلم مع حضراتكم شوية عن مباراتنا الجاية مع نادي الترج يوم الجمعة بإذن الله على استاد القاهرة زي محضراتكم عارفين انا عارف ان الجماهير كلها هتروح المباراة بكامل الساعة المحددة للجماهيرة 10 تلاف متفرج علشان يعني مؤذرة فريق النادي الاهلي يمكن انا على مدار الاسبوع ده وتحديدا من يوم الحد اللي فات بتكلم في نقطة مهمة جدا بتكلم فيها مستر كولر بعد ماتش الترجي واللي كانت المباراة في تونس المواجهة لن تكون مواجهة سهلة انا يعني معلش اعتبروني برضو لعيبت كرة شوية وعارف انا بقول لحضراتكم ايه مثل هذه الانديال كبيرة عندما تكون جريحة بتجد المباراة اصعب كتير جدا جدا على الرغم من الفروقات الفنية فالمباراة بالنسبة لي انا بشوفها واحدة من المباريات الصعبة او كرة القدم اوقات تطلعك فوق في السماء مع النجوم وبعد النجوم كمان زي ما بيحصل في فريق النادي الاهلي دلوقتي مع رادس قبلها بتلات اربع سبيع احنا كنا مغلوبين من سونداونز او قبلها بشهر شهر ونص اوقات كتيرة جدا كرة القدم بتزعلك وما تمشيش على هواك وتغضر بيك هي دي كرة وهي دي حلوة الكرة خصوصا ان فريد ترجي مهما كان هو عملاق من عمالقة افريقا اوقعوا تصدقوا الكلام اللي بيتقال من ناحية تانية صدقوني احنا اقرب ان احنا نكسب ان شاء الله اقرب وكل شيء ولكن انا بتكلم في مثل هذه المباريات الكبار بيبقوا كبار وعندما تكون جريحا بتقعد عايز اكسب اطلع متعادل حتى مش فرقة معايا مش انا اهلي اتكلم على الترجي اكيد طبعا الفوز على نادي الترجي في عقر داره بثلاثية نتيجة جيدة مفيش شكل ولكن فيش حاجة مضمونة هتقولي انا نتيجة حلوة وهيلة ورائعة وانا لو كنت لعيب كنت هفكر بهذا الشكل ولكن مفيش حاجة مضمونة لم نحسم التأهل حتى الان مستر كولر عامل لهذه المباراة 100 الف حساب وحيتعامل يوم الجمعة مع المباراة على انها مباراة لا مجال للتهاون فيها او الاستهتار او ان انت بتلعب خصم ضعيف مقالوش انياب الكلام ده مش هيحصل تبعت وسائل اعلام التونسية اليومين اللي فاتوا او على مدار الايام السابقة شفت كمية مسندة ومؤذرة كبيرة من الجميع سواء وسائل اعلام او جماهير الترج التي لم تفقد الثقة في لعبته طيب اسمحولي اسأل حضراتكو سؤال كيف عاد النادي الاهلي بعد مباراة سانداونس وخسارتنا خمسة اتنين انا اسف ان انا بقول هذا الكلام انا ما بحبش ولكن حضراتكم اللي رجعتوا الفرقة جمهور النادي الاهلي هو اللي رجع الفرقة لانه وضع ثقة كبيرة جدا في اللاعبين روح نكسبنا القطن الكاميروني في القطن الكاميروني انا اتذكر الحلقات اللي انا طلعتها بعد هذه المباراة وقلت لحضراتكم من خلال وقوفي هنا في البيت الكبير حتى الناس قالتلي انت عمال تطبل وحتقعد تطبل وحتفضل تطبل ومش عارف ايه انا قلت لحضراتكم ساعتها وعمري منسى هذا التعبير قلتلكو المركب في نص البحر ما ينفعش نغرق المركب دلوقتي فاللي رجع جمهور النادي الاهلي اللي رجع انا اسف النادي الاهلي ولعبته وجهازه الفني بعد الهزيمة من سانداونز في دور المجموعات مسندت ومؤذرت وتشجيع جمهور النادي الاهلي ووقوفكم بجنب اللاعبة هو ده اللي رجع اللاعبة وهو ده اللي خلنا نكسب هو ده اللي خل أطهر الطهر يضيع ركلة الجزاء انا بالتالية طبعا يعني كرة القدم فيها تضيع او تجيب فالحقيقة محدش يستهين بهذه المباراة ربنا حيكرمنا ان شاء الله وندخل كالعادة عشان نكسب هذه المباراة ولكن اللي حيحصل في التسعين دقيقة ان شاء الله كولر يكون عند حصن ظن الجميع ويقدر يعمل مباراة تليق باسم النادي الاهلي وكل اللاعبين اللي حيلعبوا في هذه المباراة